بحب اليمن تنبض قلوبهم ونحو قلب معركة الدفاع عنها تتسابق جموعهم اختلفت انتماءاتهم المناطقية والحزبية وتوحدوا في الهوية اليمنية وتباينت وجهات نظرهم لكنها تطابقت فيما يتعلق بالجمهورية يرون النصر رأي العين ويتحدثون عنه باعتباره عين اليقين وزيارة واحدة الى جبهات شموخهم تفوق الدراسة الاكاديمية عن الوطن والوطنية لسنين في جبهاتهم اكسبت التجارب الشباب حكمة الشيوخ وتألق شيوخهم في المواجهات شبابا هزموا سجل السنين فأدبوا الحوثيين تغيب رواتب الجندي فيهم لشهور فلا يغيب عن المعركة ويقاسي مرارة الخذلان فيصمد بما تيسر في وجه ثقل ميليشيا ايران مسندا كتفه لوطنيين احرار يقبلون من قبائلهم كلما سمعوا صوت الحرب اورأو نارها ليصنع التحام ابناء القبائل واحرار الهبة الشعبية بالجيش الوطني حائط صد يتكسر عليه المعول الايراني ومن تلاحم الاحرار يتصحح المسار وفي الوقت الذي تتبجح فيه قيادات ايرانية بانها تشك ان تضع يدها على جزيرة العرب ترتفع ايدي مسلحي ميليشياتهم طالبة لاستسلام بعد ان خاطبهم الاحرار باللغة الوحيدة التي تفهمها ايران وما بين مسار مفاوضات وجدت فيه ايران فرصتها للمراوغة والتهام مزيد من الجغرافية وملشنة الدول ومسار مواجهات تنكشف فيه حقيقة ايران وميليشياتها ان توفر لمن يواجههم الدعم الحقيقي ما بين المسارين تؤكد تجارب سنين ان الدوران في وحم المفاوضات خيار ايران المفضل لتحقيق المكاسب على الارض عبر الميليشيات وان الطريق المستقيم للحسم الطريق الوحيد للخلاص من ميليشيات ايران وحماية المنطقة والانتصار للانسان